السلام عليكم الاخبار يا جماعة عاملين ايه? ان شاء الله في الفيديو ده هنجمع كل حساباتنا في مكان واحد بحيس ان انت تاخد رابط المكان ده وتحطه مسلا في وصف الفيديوهات في وصف القناة في الفيسبوك في الانستجرام واللي يدخل على الرابط يدخل يلاقي كل الحسابات بتاعتك متجمعها في مكان واحد بشكل انيق ومنظم زي ما انت شايف. هنعمل الموضوع ده من خلال الهاتف وبشكل مجانا. اول حاجة هندخل على جوجل ونكتب وده اسم الموقع. واسيب لك الرابط بتاعه برضو في الوصف. هندخل على اول نتيجة بحس. وبعد كده بتضغط على اللي هي فوق دي. هنا هيطلب منك الايميل ويوزرنام. فهنكتب هنا اي ايميل موجود عندنا. هنحط مسلا الايميل ده. وبعد كده اليوزرنام هنبدأ نكتب اسمنا باللغة الانجليزية. لو لقيت ان هو الاسم المستخدم فممكن تزود حرف او تحط اي حاجة. بعد كده بنضغط على انشاء حساب. وبعد كده بتحط للموقع ده. او للحساب ده. وبعد كده هنضغط على بعد كده هيبدأ يقول لك اختار المجال اللي انت شغال فيه. احنا يعني عشان نريح دماغنا هنخليه شخصي اللي هو وبعد كده هنضغط على بعد كده هنختار الخطة المجانية. وهنزل تحت شوية وهنضغط على جوين فور فري. لو اول اختيار. وبعد كده هقول له كونتينيو. وبعد كده هتضغط على سكيب اللي هي فوق دي. طبعا هنا بيجيب لك التمبلت او القوالب. ولكن يعني احنا هنختار القوالب فيه ما بعد. فهنضغط على سكيب. فتح معنا الحساب بتاعنا هو. قبل ما تعمل اي حاجة هتروح على الايميل اللي انت مسجل بيه. هتلاقي فيه رابط مبعوط لك من الموقع. وبعد كده تضغط على انت كده يعني بتفعل الايميل. هتختار جوجل كروم مسلا. وبعد كده هنضغط هنا علشان نعمل تسجيل دخول مرة تانية. يبقى انا كده فعلت الحساب بتاعي على الموقع. بكل بساطة وسهولة بقى هتضغط على عشان تبدأ تحط الرابط بتاعتك. وبعد كده هناخد مسلا رابط اليوتيوب. وحط الرابط هنا زي ما انت شايف لصق. وبعد كده هضغط على اد. كده زي ما انت شايف ضاف اليوتيوب. ولكن هنا الالم اللي هو فوق جنب www.youtube.com هتضغط عليه. وتكتب مسلا هنا قناة يوتيوب بالعربي عادي. او قناة اليوتيوب. ولو حابب تخصص صورة فاضغط على الصورة دي. وبعد كده اختار ست سبنيل. لو انت عندك صورة على الجهاز بتاعك بتختار اول اختيار. لو انت عايز صورة او ايكون من الموقع بتختار تاني اختيار. فاحنا هنختار ان احنا ننزل صورة من الموقع. فهنختار الاختيار التاني. وهنا في البحث هنكتب يوتيوب عشان يجيب لنا الايكون او الشعار بتاع يوتيوب. بمجرد ما انا كتبت اول حرفين جاب للشعار اهو اخترته. فكده تمام. لو ضغطت على بيبدأ يظهر معايا بالشكل ده. يبقى كده الرابط الاول تم اضافاته بنجاح. هضغط على عشان اضيف رابط تاني وهكزا. اليو ار الدي هحط فيها الرابط اللي انا عايزه. مسلا احط رابط الفيسبوك. وهضغط على اد اهو نزل اهو. الطايتل اللي فوق دي. هضغط عليها. على الالم. واكتب صفحة الفيسبوك. ونفس القصة الصورة هضغط على علامة الصورة دي. واختار ست سبنيل. وهاختار من الموقع. هنكتب هنا فيسبوك. ادي كده علامة الفيسبوك. كده تمام اضافة. لو عايز تغير الصورة بتضغط على اول اختيار ده. وبيبدأ يعني يفتح لك تغيير الصورة مرة تانية. وبنفس الطريقة ضفت معظم الرابط بتاعت صفحة بقى الانستجرام المدونة طلب الاستشارة. وهضيف عليه تاني. طيب. افرد انا عايز اليوتيوب هو رقم واحد فهضغط على الست نقطة اللي تحت بعض دولة. واسحب اليوتيوب الاول. عايز مسلا المدونة تحتيه فهاسحب كده. وهكزا. طيب. انا بالنسبة للشكل عايز اعرف شكل الصفحة يبقى عامل ازاي? بضغط على بريفيو. بيظهر شكل الصفحة زي ما انت شايف. عايز تغير بقى الشكل وتخط صورة. وتعمل وصفه وكلام ده. فبتضغط على اللي هو المظهر. بتاني اختيار ده. بيفتح معك بقى البروفايل بتاعك. بتضغط على اول اختيار. عشان تغير الصورة بتاعتك. هنا ممكن تحط صورة من التليفون او تصمم صورة على كنفا او يعني تحط صورة ان افتي. خلينا احنا نختار اول اختيار ان احنا نحمل صورة من على الجهاز بتاعنا. هضغط على العلامة دي كده. وهضغط على تصفح. عشان يفتح الالبومات واقدر اختار الصورة اللي انا عايزة او احط اللوجو بتاع القناة. خليني مسلا بشكل مؤقت اختار الصورة دي. ممكن اعمل لها كروب اقتصاص. ممكن اصغرها شوية وخليها كده. واضغط على كروب. هتبقى بالشكل اللي انت شايفه ده. وبنزل بقى تحت هنا البروفايل تايتل. طبعا الصورة بتاخد وقت لحد ما تحمل. هنا البروفايل تايتل اللي هو الاسم اللي احنا حطناه في الاول. عايز تغيره بتغيره ما فيش مشكلة. هنا البايو ممكن تحط وصف باللغة العربية حابب تسيبه فاضي برضو ما فيش مشكلة. انا حطيت صانع محتوى تعليم على اليوتيوب. طبعا ممكن اعدل فيما بعد. بنزل بقى تحت شوية ده التمبلت او القوالب اللي موجودة. كل اللي مكتوب عليه ده كده مدفوع. فانا عايز حاجة مجانية فبنزل تحت. كل ده بقى مجان اهو. خلينا مسلا نختار ده. اللي هو باللون الاحمر ده. بضغط على ده بيبقى شكله. طبعا الصورة لسه محملتش مش عارف ليه ممكن تاخد وقت. اهو. ده بيبقى شكل الصفحة بتاعتك. طيب انا عايز اخد اللينك بقى بتاع الصفحة دي. بضغط على اللي هي فوق دي. وبختار اخر اختيار اللي هو اللينك اهو. اخده يبقى انا كده نسخت اللينك. بروح بقى احطه على الفيس بوك احطه في اي مكان. فبيبدأ يظهر معايا بدون اي مشكلة. خلينا كده نحطه فوق هنا. ده كده بيبقى شكله. لو انت بقى موجود معايا لحد دلوقتي عايزك تدخل تجرب الموقع وتضيف حساباتك. وتقول ان انت ضفت حساباتك. وايه اكتر حساب انت بتفضله وايه اللي يميزه. بتمنى ان يكون الفيديو مفيد بالنسبة لكم. لو انت حابب بقى تتعلم ازاي تصمم صورة او غلاف على كنفا شوف الفيديو ده. سلام.